تحديات متتالية في وجه المهمة الأممية بالحديدة فيما تواصل الحكومة الدفاع عن وجودها في ظل التهميش الذي يطالها على أكثر من صعيد أحدث هذه التحديات برزت في أعقاب فشل اجتماع عقده في عدن رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال ميكل لوليسغارد مع أعضاء الفريق الحكومي في هذه اللجنة والسنادا إلى منقل عن مصادر قريبة من هذا الاجتماع فقد ناقش كبير المراقبين الدوليين مع الفريق الحكومي مطالب لهذا الأخير بوقف ما وصفها بالمهزلة الحاصلة في الحديدة وتأكيده أن الحكومة الشرعية لا تعترف بما جرى في الحديدة جملة وتفصيلا ومطالبته كذلك بإعادة النظر والإيثاء والالتزام بالمتفق عليه في الاجتماع الأخير مع الجنرال لوليسغارد بما ينسجم مع مخرجات اتفاق السويد والذي لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير بحسب ما نقل عن الفريق الحكومي لقاء عدن الذي انتهى إلى الفشل جاء عقب توتر العلاقة بين الفريق الحكومي من جهة والمبعوث غريفث وفريقه الأممي في الحديدة من جهة أخرى وذلك إثر الانتقادات الحادة التي وجهها الفريق الحكومي للمبعوث الأممي مارتن غريفث ولكبير المراقبين الأممي ميكل لوليسغارد بسبب مباركتهم الانسحاب أحادي الجانب الذي نفذه الحوثيون في موانئ الحديدة وعدوه تجاوزا وانتهاكا صارخا لمتفق عليه المصادر القريبة من الاجتماع أفادت بأن لوليسغارد ألغى مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يعقده في عدن ويقدم من خلاله توضيحات بشأن الحديدة بعد أن فشل في التوصل إلى نتائج جوهرية مع الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار تعثر المهمة الأممية تأتي في ظل المحاولات المستميتة للحكومة الشرعية من أجل الدفاع عن وجودها وكلاهما يضيف تحديات جديدة إلى التحديات الراهنة التي تعترض استعادة السلام في اليمن في وقت تعالت فيه أصوات رئيسية في العالم تطالب بإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد متجهة بشكل مباشر نحو السعودية والإمارات ومتجاهلة الحكومة الشرعية التي تدور هذه الحرب باسمها أحدث هذه الدعوات صدرت عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي طالب السعودية والإمارات حصرا بإنهاء مواصفها الحرب القذرة وذلك على خلفية أخبار كشفت عن فحوى تقرير يعود إلى سبتمبر من العام المنصر صادرا عن الاستخبارات العسكرية الفرنسية ويشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة من صناعة فرنسية في هجومهما على مدينة يمنية